في مدد زمنية قياسية وبرقمنا متكاملة يواصل مركز العمليات المراقبة في مكة استقبال بلغات الدعم الفني في المشاعر المقدسة وحل المشكلات عبر الربط المباشر بالجهات المعنية بالبلاغ مركز مالك التابع للهيئة الملكية لمكة المكرمة يهدف إلى رفع مستوى التواصل بين الجهات بالاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة نقل المعلومات نتابع المزيد من التفاصيل من مكة المكرمة مع زميل سلطان السلمي أهلا بك سلطان حديثنا أكثر عن مالك نعم أهلا محمد أهلا بكافة مشاهدي قناة العرنة نتواجد هنا في مركز المراقبة والتحكم هنا في شركة كيدانا وهو مركز مالك الذي يقوم بأعمال المتابعة واستقبال البلاغات من كافة القطاعات الحكومية والأمنية والخدمية المتعلقة بالأصول الموجودة هنا في المشاعر المقدسة نتحدث عن منشأة الجمرات ومخيمات منها والأبراج السكنية وكذلك المشعر مزدلفة ومشعر عرفات كافة هذا أو هذا المركز الذي نتحدث هنا عن أكثر من عشرين موظف من الكوادر السعودية المدربين للتعامل مع استقبال البلاغات بشرح بسيط جداً عندما هنا تواجهون شركات الحج أو شركات الحج هنا في مختلف المشاعر في مشعر ميناء أو حتى مشعر عرفات أو مزدلفة أو في منشأة الجمرات يتم استقبال البلاغ من شركات الحج وحتى القطاعات الحكومية الأخرى إن كان هناك وجود مشكلة فنية أو مشكلة مدنية بشكل عام أيضاً عطل كهربائية تم الاتصال من قبل شركة الحج إن هناك مشكلة في المولدات الكهربائية يتم استقبالها من قبل هذا المركز الذي يعمل على مدار الساعة ومن ثم يتم تحويلها إلى الجهة المختصة أو القطاعات الحكومية المختصة للتعامل معها بشكل فوري وعلى مدار الساعة كما تظهر أن هناك جهاز أو برنامج خاص هناك ألوان هناك اللون الأزرق واللون الأخضر والأحمر والأصفر هذه الألوان هي مقسمة في كافة المشاعر المقدسة للتعامل معها مثلاً نضرب على سبيل المثال يمكن نرى على الشاشة التي تظهر أمامنا هناك ألوان على يمين الشاشة مثلاً هناك ورد بلاغ من الجزء الأصفر أو الجزء الأحمر يتم استقباله مثلاً رقم خمسة جزء رقم ثنين حرف البي أو حرف الدي يتم التواصل معها بشكل مباشر ووصول الفرق الفنية على مدار الساعة هناك أربع مستويات للبلاغ مستويات عاجلة ومستوى طاري ومستوى متوسط ومستوى ضعيف يتم التعامل معها بحسب الحالة الطارية يعني نتحدث أن هناك لغات مختلفة هنا في هذا القسم للتعامل مع كافة البلاغات التي ترد إلى هذا المركز هناك أصول مسؤولة عنها هذا المركز للتعامل ما سنتحدث عن منشآة الجامرات والمشاريع التابعة لها ودورات المياه وخيام الإسكان وكذلك فيما يتعلق بعمليات تطبيق التباعد الجسدي أو الاجتماعي في هذه المنشآت هناك يتم استقبال البلاغات عن طريق رقم الاتصال الموحد 9214234 وحتى عن طريق الأجهزة اللاسلكية هذا المركز هذا العام هو دش لأول مرة للتعامل واستقبال البلاغات من شركات الحج وكافة القطاعات الحكومية يعمل على مدار الساعة مستوى استقبال البلاغات هنا في هذا المركز على مدار الساعة ما يقارب أكثر من 20 بلاغ يتم التعامل معها فورا وربطها بالمهندسين وفرق الطوارئ التابعة لشركة كدانا أو التابعة لكافة القطاعات الخدمية الأخرى مثل شركة الكهرباء والمياه وشركات الحج وغيرها شكرا لك سلطان سلمي